هذه السائلة تقول ما حكم الشرع في الاحتفاظ بالحبل السري للمولود لسنوات والمقصود من عملية التخزين إمكانية الاستفادة مما يحتويه من خلايا في علاج الأمراض التي يتعرض لها المولود لا مانع شرعا من الاحتفاظ به وبالنسبة لهذه الجوانب إذا كان لها فائدة طبية بحسب ما يقرره الأطباء فيجوز الاستفادة من هذه الأجزاء الموجودة فهو لا يعتبر من الأمور النجسة وإنما يعتبر طاهر فإذا كان هناك وسيلة في حفظه فإنه يحفظ ويمكن أن يستفاد منه طالما أن هناك فائدة في ذلك